أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الجهود التي قامت بها الدولة في تنمية وإعمار سيناء تعتبر بمثابة عبور جديد نحو التنمية الشاملة جاء ذلك خلال استعراض جهود الدولة التي قامت بها على مدار السنوات التسعة الماضية في تنمية سيناء والتي تقوم بها حاليا وستقوم بها في الفترة القادمة هذه الجهود الكبيرة جداً اللي قامت بها الدولة تعتبر بمثابة عبور جديد لسيناء فإذا كان العبور الأول هو كان بعد حرب المجيدة حرب 73 بغرض تحرير الأرض فإن العبور الجديد اللي بتقوم بيه الدولة من نهاردة هو بغرض التنمية الشاملة ويمكن اسمحوا لي في هذه المرحلة أن أنا أستعرض مع حضراتكم العرض الخاص بالتنمية الحياة سيناء بالنسبة للمصريين دائماً هي انطبعنا أنها يعني في قلب كل مصري هو مكانها كبيرة جداً وعزيزة وهي مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقراته وحضراته وهي البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية اللي تجلى فيها ربنا بوجهه الكريم سبحانه وتعالى في المنطقة المقدسة طبعاً الطور موسيقى موسيقى